ولذلك مثلا هقول لحضراتكو على حاجة مبارح لما محكمة جنوب القاهرة حكمت بإدراج اسم عبد المنم أبو الفتوح على قوام الكائنات الإرهابية أنا عايز أقرى لحضراتكو حيثيات حيثيات هذا الإدراج يعني ليه المحكمة خادت هذا القرار عمل ايه الأستاذ عبد المنم أبو الفتوح لما هتلاقوا الحيثيات في الحكم لأصدرته محكمة جنوب القاهرة مبارح هتلاقي انه بيقولوا انه بتاريخ 14 فبراير 2018 بتاريخ 2014 2018 ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة علي واتهامه هو بقى دخلين بالتحريض ضد الدولة والدعوة لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي وإسقاط الدولة وإشاعة الفوض أبو الفتوح الحيثيات اللي هو صدر بمقتضاها وتأسيسا عليها قرار إدراجه في قائمة الكائنات الإرهابية أنه عضو في جماعة الإخوان التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية ويعد الحزب الذي يترأسه وهو مصر القوية يترأسه أبو الفتوح الذراع السياسية لهذه الجماعة الآن وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة ويهدف إلى إسقاطها وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه وهي أمور مؤثمة قانونا كمان في الحيثيات بتاعة إدراج أبو الفتوح وخمستاشر آخرين على قوام الإرهاب إنه أبو الفتوح على تواصل وعلاقة مستمر بعناصر جماعة الإخوان في الخارج وذلك بعد وصل التحريض وبث السموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج بالتعاون مع التنظيم من خلال بعض الحوارات التي شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد دولة ومؤسستها في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض وكان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الموالية للإخوان من لندن طارة وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربي الإخوانية وقناة البي بي سي تمام كده؟ طيب يبقى دي حيثيات إدراج أبو الفتوح وعلى فكرة جريمة واحدة يعني مفروض يعني يعقب الرجل جريمة واحدة لكن هو بيشن حرب معنوية ضد الدولة المصرية إقاع بين شعبها وبين جيشها بيشوه صورة الدولة بيحرض على عدم تطبيق الدستور بيدعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية فيها غماعة أزمة أنه تقريبا المعارضة عندنا أو من يعتبرون أنفسهم معارضة بيعتقدوا أن الكلام اللي بيقولوه كلام لا يجب الحساب عليه يقول أي كلام يعني يطلع في حوار يقول ويصول ويجول ويعمل نفسه عنطر وبعدين ما حدش حسبه على الكلام لما يجي القانون يوصف هذا الكلام على أنه عمل عدائي ضد الدولة المصرية يطلع يقولك لا 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 أنتوا كده بتتلكيكوا للراجل والراجل عشان على فكرة أبو عبد المفتوح ما أعلنش مثلا أنت رشوحوا للرئاس عشان الناس تبقى مسكاة عشان هذا السبب أبس لأنه يحلوا للبعض يقولك وأي حد كان عايز يرشح نفسه الرئاسة يحبسوه ما أعلنش أبو الفتوح